انتهى مجلس امناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالاجماع من سياغتي وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقارر انتلاقها خلال الايام القليلة القادمة ومن المقرر ان يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء كما من المقرر ايضا ان تنعقد الجلسات على التوازي وان تكون على مدار ثلاثة ايام على الاقل اسبوعيا لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الامناء في مختلف اللجان الفرعية بهدف الوصول الى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار لتأخذ بعد هذا طريقها التشريعي والتنفيذي بما يقدم صالح المواطن المصري وكان المجلس قد توافق على تسع عشرة لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي اولا لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي واحد النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وينقسم الى قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ اثنان الاشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية ثلاثة عدد اعضاء المجلسين اربعة تفرغ العضوية المجلسين ثانيا لجنة المحليات واحد قانون المجالس الشعبية المحلية لاختصاصات والتشكيل النظام الانتخابي اثنان قانون الادارة المحلية نحو المركزية التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة العاصمة الادارية الجديدة ثالثا لجنة الاحزاب السياسية واحد قواعد تعزيز ودعم نشاط الاحزاب وازالة المعوقات امامها اثنان تشكيل واختصاصات لجنة الاحزاب ثلاثة الحوكمة المالية والادارية داخل الاحزاب رابعا لجنة النقابات والعمل الاهلي واحد قانون تنظيم العمل الاهلي ولائحته التنفيذية اثنان حل المعوقات امام العمل الاهلي ثلاثة حل تحديات العمل النقابي اربعة حل تحديات التعاونيات خامسا لجنة حقوق الانسان والحريات العامة واحد التعذيب التعريف اقامة الدعوة الجنائية حدو الضرر اثنان اوضاع السجون مراكز الاصلاح ومراكز الاحتجاز الاشراف القضائي اللوائح المنظمة ثلاثة تعديل احكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على اموالهم والمنع من الصفر استيناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين اربعة حرية التعبير والرأي احكام حرية وسائل الاعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وقانون حرية التداول المعلومات خمسة قواعد واحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الاكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج وحرية البحث العلمي ومتطلباته العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية الابداع وحرية الرأي سبعة تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض مفوضية القضاء على التمييز وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي أولا لجنة التدخم وغلاء الأسعار واحد الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتدخم وغلاء الأسعار اثنان آثار ونتائج انتشار التدخم وغلاء الأسعار ثلاثة الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التدخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها ثانيا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي واحد الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة اثنان آليات الإصلاح واحد النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويدعف التماسك الاجتماعي وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة اثنان الإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصعودية والمزيد من الضرائب المباشرة مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات ثلاثة إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال أربعة العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة خاصة من الأصول المملكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة خمسة تعزيز مفهوم شمولية الموازنة ثلاثة الدين العام واحد ومؤشرات وأوضاع الدين العام اثنان الأسباب المؤدية للدين العام ثلاثة آليات الحل والخروج من الأزمة ثالثا لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة واحد أولويات الاستثمار العامة واحد هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة اثنان الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة ومدى التزامها بقواعد عدالة منافسة مع القطاع الخاص ثلاثة أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة اثنان ملكية وإدارة أصول الدولة واحد الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها اثنان تشغيل الأصول المعطلة ثلاثة الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة اربعة برنامج الحكومة بخصوص الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التطوير أو التخلص خمسة مساهمة التروحات الحكومية في تنمية البرصة المصرية ستة مناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه سبعة صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى ثلاثة تمويل الاستثمار العام واحد الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزحمة القطاع الخاص اثنان دور صندوق مصر السيادي في التمويل ثلاثة أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات رابعا لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي واحد الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات اثنان مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن تبقى للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف للوصول إليه في المدى القريب والبعيد ثلاثة مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليا وعالميا خامسا لجنة الصناعة واحد أسباب تراجع مشاهمة الصناعة في الاقتصاد المصري اثنان أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة ثلاثة دور الدولة في التنمية الصناعية أربعة سياسات تحفيز الصناعة المصرية أو الصناعة في مصر السياسات النقدية والمالية سادسا لجنة الزراعة والأمن الغذائي واحد دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج والتسعير اثنان دور الدولة في دعم الزراعة والاقتمان والديون ثلاثة إصلاح قطاع التعاونيات الزراعية سابعا لجنة العدالة الاجتماعية واحد برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة اثنان سياسات العمل ثلاثة سياسات الأجور والمعاشات أربعة سياسات الضريبية خمسة سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات ثامنا لجنة السياحة واحد أسباب تراجع السياحة في مصر الأسباب والآثار والنتائج اثنان تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة مطارات وفندقة ونقل ثلاثة وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله حكومي مباشر خاص استثماري محلي أجنبي أربع سياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي أولا لجنة التعليم والبحث العلمي واحد التعليم قبل الجامعي أساسي ثانوي فني واحد إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم اثنين الإتاحة ثلاثة المعلم الهيكلة أربع المناهج خمسة الأنشطة المدرسية ستة الإدارة المدرسية والتربوية سبعة الامتحانات والتقويم ثمانية الدروس الخصوصية تسعة التعليم الفني الواقع والمأمول عشرة الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم اثنان التعليم الجامعي واحد إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم اثنان قانون جديد للتعليم الجامعي ثلاثة تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني أربعة النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل خمسة الجامعات الأهلية ستة التعليم الجامعي الخاص سبعة المعاهد العليا الخاصة ثمانية استقلال الجامعات تسعة نقابة أعضاء هيئة التدريس عشرة الهوية والعدالة الاجتماعية ثلاثة البحث العلمي والإبداع والابتكار واحد إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر اثنان أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته ثلاثة استراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي أربعة تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي خمسة براءة الاختراء وحقوق الملكية الفكرية أربعة محو الأمية وتعليم الكبار نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية ثانيا لجنة الصحة واحد منظومة التأمين الصحي الشامل اثنان النظام الصحي حكومي خاص أهلي ثلاثة العنصر البشري في المنظومة الصحية أربعة صناعة الدواء معوقات توطينها مقترحات وحلول خمسة مستقبل التعليم الطبي في مصر ثالثا لجنة القضية السكانية واحد تشخيص الحالة السكانية في مصر اثنان تنمية الأسرة وتنظيمها ثلاثة تحسين الخصائص السكانية أربعة الخريطة السكانية والتوسع العمراني رابعا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي واحد ظاهرة الطلاق المشاكل والحلول اثنين العنف الأسري الأسباب سبل المواجهة ثلاثة المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي خمسا لجنة الثقافة والهوية الوطنية واحد المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فعالية وعدالة واحد مؤسسات الدولة اثنان مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي اثنان الصناعات الثقافية واحد الدراما والسينما اثنان المسرح ثلاثة النشر والترجمة أربعة الموسيقى ثلاثة الهوية الوطنية أربعة دعم وتشجيع الإبداع وحريته سادسا لجنة الشباب واحد دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية اثنان التمكين السياسي للشباب ثلاثة دعم رواد الأعمال الشباب أربعة دعم الشباب من ذوي الهمم خمسة الرياضة ستة مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية سبعة جلسات حول الشباب الدارسين في الخارج لانتماء والوعي التحولات الجيلية ترجمة نانسي قنقر